طبعاً في وقعاتكم من دي وفي وقعات مأساوية في وقعات تخوف وفي وقعات تضحك يعني أقول إيه بس الإنسان يعني هقول لكم أنه حظ عادت الحظ بيلعب دور يعني الوقع دي بتبقى قدر في بعض الأحيان يعني مثلاً أن هي بتنط مش متخيلة أن هي تنزل كده بالشكل ده الكومي دي ده الوقعات عادت تبقى من محترفين يعني ممكن جداً محترفة بتلعبكم بص دي محترفة خلاص وتنزل نازلة زي اللي احنا شفناها دي وفيه طبعاً وقعات العنق بالذات بتخوفني يعني بتأشعرني يعني لأن الرقبة ممكن وقع فيها رغم تبان بسيطة لكن ممكن تعمل شد رباعي كارسة يعني أو تعمل شد جامد جداً في العضلات الجسم يا جماعة البشري مش قوي جسم البشري ضعيف وده لازم نراعيه جسم البشري يعني الناس اللي تتقاوى على نفسها لا ده أنت كلك مبني على شوية عدم مرسوسين منفصلين على فقرات على غضريف والعضلات سهل جداً يحصل فيها تمزقات سهل جداً العضلة يا جماعة مش نسيج يعني أنت ما بتلعبش على حديد ولا بتلعب على نسيج مكون عظيم الشأن لا العضلة آه قوية وكل حاجة لكن ممكن في لحظة يحصل فيها تير في حاجة اسمها طبعاً شوف بصوا كل الجسم ده على العمود الفقري ده ده الرفيع ده كل الحركات دي والعمود الفقري سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقه بشكل فيه انحناءات عجيبة جداً جداً فيعني خلي بالك وأنا بقولك دايماً في التشريح بوريكوا التشريح عشان تعرف وخلق الإنسان ضعيفة فعلاً فعلاً الإنسان ضعيف ضعيف يا جماعة مفيهاش كلام وهلنعرف النهاردة أكتر إزاي نحافظ على نفسنا وإزاي نمشي الطريق الصح في الشفاء حلقة مثيرة ومهمة جداً وحوار سيكون ممتعاً للغاية مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال وهو طبعاً أستاذنا الأستاذ دكتور أيمن عينب أستاذ جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والأعصاب وبكل الطب أصرعيني جامعة القاهرة وصاحب دبلومة علاج الألم بإصلاح في سيولوجيا الجسم سايتوكين والكولاجين سبب المشاكل الكبيرة اللي بتحصل في كل جسمنا القلم يخدع؟ آه يخدع يخدع مين؟ يخدع الدكتور ويخدع المريض نفسه كل اللي عندهم مجع في ظهرهم معظمهم معهم دوالي يعني إيه بقى العقد العقد دي هل هي انتشرت ولا هي موجودة وإحنا ما كناش عرفين هي عقد ومعقدة في علاجها عرق الناس الكاذب الأنهمات هيكون فخ للمريض وفخ للطبيب كلنا بنعمل جراحة بس اختيار المريض المناسب للعلاج المناسب الأستاذ الدكتور أيمن عنب أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا زميلة جامعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا أهلا بك أهلا بك الحقيقة عنوان مهم النهاردة أنت خطرته بحقيقة عجبني قوي هذا العنوان دكتور أيمن حطت عنوان للحلقة النهاردة اسمه إعادة إطلاق قطار الشفاء مع البي أربي حاجة مبديحة جدا طبعا ما هو قطار الشفاء يعني إيه كلمة الخطار يعني عربيات وبتمشي وراء بعضها صح الأول بس هحب أقول إن الحلقة دي تعتبر من أهم الحلقات في خلال السنة اللي أنا كنت معاك فيها في البرنامج حنتكلم فيها على الحاجات ما كلمناش قبل كده حنلخص خبرة السنة دي بكلمات بسيطة قوي لها مدلولات كبيرة جدا الجسم فيه زي ما انت شفت الإصابات اللي حصلت في الفيديو أول ما بيحصل إصابة الجسم بيطلع انذار اسمه التصليح كويس عشان التصليح يطلع فيه قطر بيطلع سلاسل وراء بعض عربيات وراء بعض مراحل وراء بعض الطلقة الأولى بتكون مع خروج مادة اسمها السايتوكين دي الإشارات تعالوا المنطقة دي اديني قطر في المنطقة دي عشان يصلح لي يبدأ يحصل حاجة اسمها التهاب تبدأ الخلاية تخش يحصل تبدأ تفرز مواد اسمها الكولوجين تبدأ ترمم الإصابات تبدأ تلحم العضلات تبدأ بعد كده الأنسجة اللي تكونت تاخد دورة دموية كاملة الدورة الدموية كاملة تتحاول لأنسجة جديدة أنسجة جديدة تتضبط حاجة اسمها على المكان المصاب يعني أعادة التكوين أو أعادة التشكيل بالضبط زي ما انت شايفه ده القطار ماشي هو يبدأ المنطقة اللي اتقطعت المنطقة اللي اتمزقت المنطقة اللي اتجزعت تبدأ تترمم بنفس الأنسجة عن طريق إفراز مادة الكولوجين وبعد كده تدورة دموية تديها أنسجة جديدة بقى عشان تعيش معاك على طول أوكي وتملى الفراغ وترجع تاني كويس في خلال وقت قصير عدة أسابيع وتكتمل عملية البناء خلال تقريبا سنة ترجع الأنسجة كويسة جدا ساعات بيحصل خلل يوقف القطر ده بقى وإذا حصل خلل أثناء عملية التصريح زي ده البرو كولوجين شايف الفايبر بلاست بتفرس كولوجين كولوجين ده هو اللي بيبني الأنسجة في جسمنا كله ده غير الكورتيزون طبعا في فرق بين الكلمتين كبير يعني كولوجين ده بروتين الكورتيزون ده هرمون ده الكولوجين اللي احنا عندنا 4-6% من وزنينه كولوجين ده اللي بيبني العضلات والأربطة والغضريف والأوطار والجلد كمان ده حاجة تاني حاجة زي ما اتفقنا لو حصل خلل أثناء التصريح نتيجة مشاكل كيموية حصلت نتيجة ضعف في عملية البناء سن العيان مشكلة في الهرمونات كل ده بيبدأ يوقف اقدار التصريح مش هيرجع تاني مشكلته انه مش هيرجع تاني هتفضل قاعد في المحطة مستنيه طول عمرك وهتقعد بالاصابة طول عمرك مفيش سكيب يعني مفيش هروب من نقطة لنقطة تانية لازم يمشي حاجة ورا حاجة لازم يمشي حاجة ورا حاجة ومعظم الاصابات بتعدي كويس لو كانت اصابة عنيفة نتيجة حادثة حاجات هتخف وحاجات هتفضل وحتفضل عايش بيها عشان كده العيان بييجي بياله 10 و 15 سنة تعبين يقول لي انا مأثرتش روحت لدكاترة كلهم خدت العلاج ما اول ما تعبت مفيش حاجة بيت نتيجة لان عدى القطر وما رجعش من معظم الحاجات اللي بتوقف القطر ده المسكن اي مسكن في بداية الاصابة بيمنع عملية التصليح او الكورتزون دول اسوأ حاجتين تبدأ بيهم مع الاصابة دي حاجة تاني حاجة الـ PRP بيدي لك قطر جديد بفرصة جديدة انك تخف بأمل جديد انك تخف لان زي ما اتفقنا اذا عدى القطر مش راجع تاني وهتفضل طول عمرك مستني ييجي ومش هيجي فالحل ان احنا نعيد تاني عملية التصليح من الاول زي ما الجسم بيعملها لنفسه فلازم تبدأ تحطوله محفزات بناء علشان نبدأ يعمل قطر جديد دي خلاصة كده فكرة الصفاحة الدموية حقنا صفاحة الدموية الغناية بالبلازما طيب لو قلنا ان انا عندي حالتين انت عالكتوهم الحالتين حالة او حالتين انت شفتوهم يعني واحدة عالكتوها والحالة الاولى تم علاجة الاثنين بيعانون من انزلاق وظروفي واحدة انت عليكتها باستخدام العلاج التحفظي بالبي اربي والتانية تم التدخل فيها الجراحية تم التدخل فيها باسلوب الجراحي باصلاح جراحي الحالتين دول ايه الفرق بينهم ايه اللي حاصل في الاثنين يعني لو قارننا تاريخ علاجي للاثنين انا بتكلم مش بقى ايه الفرق بينهم بس في النتيجة لا انا عايز اشوف ايه اللي جوه بالزبط اه الديسيجن ان احنا مين هيعمل عمل قرار مين حقيقة ناخده في العمليات ومين حقيقة ابدأ مع العلاج معين الاثنين عندهم غضروف ونفس المنظر في نفس المستوى تقريبا على حسب تكونوا قريب اه لا مختلش ايه منعرف ان بكلم وسعاد قريب انا بكلم عموما في العموم ونحن بكلم على حالتين فعلا نتكلم صحيح انا شفت ناس كتيرة يعني ممكن الولدة وبنتها ممكن الاب وابن او اتنين اخوات وفي واحد واصل لعملية واحد لا على حسب اعراض العيان على حسب العصب قد ايه مستحمل تاني احنا مش مقياسنا الاشعة خالص وده كلام لكل مريض احنا مش مقياسنا الاشعة احنا ما بنقرنش بقى شعة ولا بنعلق بقى شعة يعني ماينفعش تانى برضى أرفع الاشعة وقول لعندا محتاج أعمل اوقل لا دى حالتان الحالة الأولى اللى هياها على الشمال دى عندها نزلق غضروفي كبير أوى شايفوه اللى هياها على اليمين يالاللاقاعد على الشاشة ا ubiqu hub دى شآله تانى عندها نزلق غضروفي خارج من مكانه الحالتان عندهم تقرابا غضروف شبه بعض وفي مقطع بعدها حيبينها قوي قريب قد إيه من العصب الحالة اللي على الليمين دي حالة ده غضروف أكبر من الحالة على الشمال شايفو يعني حتى السودة دي كبيرة قوي خارجة ديس على العصب الليمين واللي على الشمال ده غضروف حجمه أقل شوية شغير أهو ديس على العصب الليمين برا اللي هو اللي عليه العلامة الحمر يا جماعة بين الأسهم اللي على الشمال ده مشكلته إن فيه نقط كده أنا حطتها باللابيض ده المفصل مفصل اللي هو ياخد العصب اللي أبيض بينه الغضروف وبينه المفصل شايفو فالعصب مزنوق كان زنقة عنيفة جدا وجوه العملات شوفت أنا العراض دي حاجة فظيعة الست يعني ما بتعرفش نم بالليل ما بتعرفش تقعد التاني هرب من الضغط اللي أنا عنده القناة العصبية أوسع شوية فبعد شوية عن الغضروف فالعين كويس جدا وهيل جدا مع أن لو حتشوف اللي اتنين هتعمل اللي اتنين عملات وانت مغمط وخصوصا اللي خف الواحده ده مغري أكتر لأنه غضروفه كبير بس احنا ملناش علاقة بالأشعة تاني لين علاقة بحاجتين أعراض المريض ايه وخصوصا أثناء المشي أما تختار عيان يعمل عملية ده عيان بيخف ما في المية بعد العملية أما تختار عيان ملوش عملية وتعمله ده عيان عمره ما هيخف وحيقعد يعمل عمرية وراء التانية وحيعيش في معاناة طول عمره القرار ده ممكن يغير حياة بني آدم ممكن ينجيه وممكن يغرقه فلازم تاخد بالك جدا كدكتور قبل ما تاخد القرار ده لو حد بيكتب وراءنا دلوقتي هتقوله إيه مقاييس التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات أول حاجة فشل علاج التحافظي فترة طويلة تاني حاجة عدم القدرة على المشي مسافة ربع ساعة ونص ساعة يعد في الطريق كذا مرة خلاص العصب بيعاني تالت حاجة طبعا الحالة الأسوأ ضمور في عضلات الرجل وسقوط في مشت الرجل خلاص مشت الرجل عامل كده بيمشي يرفعه هو وماشي الشبشي بيقع منه رابح حاجة والأسوأ بقى تماما عدم تحكم في البول بس دي السيدات يخلوا بالهم منها لأن دي ساعة لها جزء في أمراض النساء مش من العمد الفقري بس يعني دايما في دكاترة بترعب العيان تقوله بلح اسباك تلحق تعمل عملية خلال 48 ساعة وإلا أنت عارف حيحصل لك إيه لا كل دا غلط هي بتمشي بالتدريج فيش عيان عمره ببلحة يسبقه بيمشي كويس خالص مافيش عيان ما عندوش غدروف في الأشعة والبول بيسبقه يبقى أكيد عنده مشكلة تانية في المسالك كلام واضح لازم يبقى فيه ترجمة في الأشعة ترجمة على المريض أعراضه وترجمة مع الكشف دول كلهم لازم يقوم مع بعض لازم مصلحة المريض في قراري أوكي ماينفعش ناخد قرار عشوائي علشان في الأشعة غدروف يا ما شفت غدريف وحوريك دلوقتي اختفت لوحدها جسم كلها الوحدة هو دا السؤال هل ممكن غدروف يوش بدون علاقة؟ كتير شفتها كتير؟ جا أه لو قلت العينين قالوا إحنا سألنا الدكاتة لأقولي الكلام دا مش موجود فصورت بقى عيان جالي أشعته واستأذنته طبعاً وشايلة أنا اسمه وهنعرضها اه اوكي؟ دي 2013 على الشمال شايف غدروف؟ باين اللي أنا معلمه باللحظة اه طبعاً باين جداً اللي هي الاسود اللي بارز بازز بقى اهو بظلط 2015 العلمين راح فينه غدروف مفيش غدروف؟ لكنه عمل عملية وده أنا مجيتش جنبه ولا علكته أنا شفته بعدا مخفة على فكرة ده خفل واحده؟ ده خفل واحده بازاي؟ الجسم فيه خلايا اسمها ماكروفاج بتاكل أي حاجة مش في مكانها فيه زاكرة في كل خلايا عارفة إيه اللي حواليها والغريب بتاكله بترجعه مكانه تاني في خلال الوقت هو الغدروف ده زي ما انت شايف ده سنترل يعني في النص لا يمين ولا شمال ما جاش قوي جنب العصب فعده شوية العيان يعني ما كانش عنده أعراض جنبه وصبر عاد تاني الأشعاد بعد فترة ملاقهوش فيه مقطع تاني حنشوفه العلمين اللي انفجره وظروف القناة العصبية كويس قوي ده خمسة أولعة جزائي العلمين ده لع الشمال كان العلمين اختفى واقف على حدوده الحتة لجوء قناة عصبية الجسم اتخلص منها الجسم اتخلص منها طب إيه لي سؤال بديهي دي مش أول حالة بقى نشوف حالات كتير مثلا سمير وشهير خلينا في الأسماء الشهير فالنفرض إنه ده سمير الذي تعامل الجسم في السيولوجيا الرائع وتخلص من الغضروف اللي هو تمام إيه لي خليه شهير عنده نفس حالة سمير بس ما يشوفاش العكس الحالة تسوق تاني برضو لو وضع الغضروف مع العصب بص إحنا معظم المصريين عندهم دي قوي في قناة العصبية أولي من اللي ربنا كرمه وعنده قناة العصبية واسعة فمهما الغضروف ينزل عنده مساحة يبعد عنه العصب فده عين بيستحمل وماشي كويس اللي عنده القناة العصبية على الأد أول منزل حتة غضروف صغيرة مع المفصل من وراء زي ما شوفنا بياخدوا زي الساندويتش بياخدوا زي العصب في النصر بيفحص العصب بيبدأ العصب يعاني ويصوت ويسرخ يعني ده اللي يعمل عملية أنا كل عينيني اللي بيخش في المستشفى بيعمل عملية ما بيعرفوش النمو عن طربس التخدير من كترة ألم من بنجهم بعدين نايمهم يعني ده الحالات اللي بشغل عليه عمليات ده وضع العيان صويت مش عارف يمشي رجله واجعه جدا وده بيخرج يعني بعد العملية في المنتهى السعادة ده اللي يعمل عملية مش أي حد معدي يقولك أنا بلعب كرة والدكتور قال لي كده كده عنده غضروف هتعمل عملية طب ما تعملها دلوقتي يا أخي وروح عمل له العملية في دخلق في نفق مظلم كمان وفي حاجة اسمها هتعملها هتعملها ما تعملها دلوقتي طب ما بتبني الأعراض بقى نعملها يعني ممكن ما تجيش طول عمرك لأ وبعدين غير كده ممكن هو هو بتعمل بقى عملية الواحد مش محتاج عملية نعمل إحنا بقى مشكلة مضعفات بقى مضعفات خد عندك بقى من تلايف وارتجاع غضروف تاني وعدم سبب فقرات والتهاب حاجات كتير قوي ممكن تحصل حاجة اسمها الديسكايتس التهاب في الغضروف نفسه ليه أنا أعرضه المشاكل دي بدون لازمة وده العين اللي بيجي غريب يناقشني بقول له يا ابني ما لكش عملية والغضروف اللي موجود ما اللي خليه موجود ما هو مش عمل لك مشكلة حلوة أول كلام حاجة ريب يا اه لا احنا الحلقة دي مهمة جدا ومسيرة وفيها حوار يعني قوي جدا وعلى مستوى عالي جدا فخلينا أنتقل الموضوع تاني كامل المهم يعني ايه متلازمة التلايف في العضل ايه ده حسن انت قلت دلوقتي من ضمن الأعراض هيا انا بشوف ناس كتير عندها متلازمة التلايف في العضل فيبروميالجيا اه فايبرو وانا اول يعني واحد بيبقى شخصهم وبعدين بقى سمع عندها غضروف ليك عملية عندك خشونة ما عندكش حاجة انا خدت منك معلومات الفايبروميالج بيتشخصها اه دي حقيقة اه بيتش بيتش انا خدت بالي انها حالات كتير وكله تقول له يقولك انا بالي 10-15 سنة تعبان وايه وعد على يعني كل التخصصات وسمع كل التشخصات التلايف العضلي ده مشكلة نقص مادة الكولوجين في العضلات فبتبدأ تعمل متلازمة معها قولون عصبي معها ألم في العضلات والمفاصل فوق 18 نقطة ألم زي ما احنا شايفين دول يعني دول لازم يكون موجودين فما فوق اه بعد كده بيبدأ يخش بقى في مشكلة كمان في الجهاز العصبي المركزي عنده اكتئاب عنده عصبية اللي تنوم دوخة صداعه مزمن فكل ده بيبدأ مع ألم مزمنة جرب كل المسكنات اه بيخش بقى في الدارة المغلقة دي من ألم يعمل شدة عضري يعمل إجهاد طولي اليوم يبدأ يقلل نشاطه نايم في السيري على طول يبدأ عنده خمول مش عارف يطلع من السيري ياخد ساعتين عشان يقوم خش في اكتئاب لأنه وظيفه كلها الحياتية وقفة تبدأ العضلة تخش في تشنجات تبدأ الألم تزيد لأن مادة ساتوكين بتطلع من الاكتئاب المخ بسبب الألم ومن العضلات الملتهبة فبتعمل ألم في مناطق تانية وتالتة وربعة وتنتشر والنار تولع دي صورة لعي الشمال دي فيها التلاف العضلي نقص مادة الكولوجين تلاقي فتحة شوية اللي عليمين غامقة لأن الكولوجين مكسف فيها فمديها قوة تبقى عاملة زي السجادة الضعيفة اللي ممكن تتقطعها بسهولة في التلاف العضلي فالتلاف العضلي ليه مناطق ألم كتيرة قوي بتلقبط بقى كل الأمراض يجي لواجع في رقابته يقولك ده غضروف يجي لواجع في ظهره يقولك ده غضروف يجي لواجع في رجله يقولك ده عرق الناس يقولك ده عرق الناس بالزبط يتشخص أنه الروماطويد ويطلع نيجاتف سلبي ويبدأ ياخد علاج الروماطويد يبدأ يتشخص أنه مريض اكتئاب ويبدأ ياخد مضادات الاكتئاب يبدأ يتشخص أنه بالزبط وفيه بيعمل عمليات لو لقى غدروف صغير يقولك ما نشيله ونخلص يبدأ يجيله تنميل في ايديه يقولك ده خان اتعصى بيعمل عملياته وما يخفش هكذا بقى يعني تقعد الامرات تزيد تزيد وتعدي بعض وهو مش عارف عنده ايه وعلى فكرة انترناشنال يعني بيجي لي ناس من دول كتير من برة كندا وفرنسا والمانيا ودول العربية جرانا وهلان ده جالي كذا واحد كلهم تلاف عضل بتشخصوا بصعوبة برة مرض مش متعرف عليه قوي كلهم بياخدوا علاج للإكتئاب وترمدول في الاخر مسكن آمن على فكرة ترمدول من زي ما احنا فاكرين يعني بس اتاخد لللي محتاجه للي محتاجه مش كم مسكن آمن هو ترمدول ده دواء غريب لو اتاخد في حالة وجود ألم وحالة فعلا الاتهاب بيبقى آمن وبيبقى تأثيره جاي صحيح هو ده للناس اللي هتعيش فترة طويلة على المسكن فهو استحسن ياخدوا لأ وطبعا بيصرف برشتات برشتات طبية للي الحالات زي دي مصادر طبية محترب آآ آآ بالزبط ويكون بجد مش صيني بقى لانه أرحم من الباقية المسكنات على الكيلة والكبت دي ألام طبعا المتعرف عليها ومعظم الألام يعني ده شبع عرق النسا بالملي شايفو بياخد فاخد ممارة هنتكلم على عرق النسا ده بيدخل في دفرينشات ده جلوس وهو ده اللي هيفتح لنا الحوار كله لانه ده احنا ده مثلا ده مشابه لحالات كتيرة مشابه لعرق النسا مشابه للانزلق الفقاري مشابه لحاجات هنتكلم عليها دلوال صحيح ففعلا الناس هتفتكر ان ده مثلا شبه ايه ده شبه ده خشونة الكتف آآ ويه الغضروف العنقي آآ وبعدين الحالات دي بدأت علاجها بالPRB بالصفايا الدموية الحمد لله ناتج مذهلة هو ملوش علاجه لPRB ده عشان هو بيعودت كل شيء آآ بالظبط كده وناس تحسنت تقريبا وصلت لمية في المية في كذا شهر الحمد لله وحياتها تغييرت فيه ناس بتيجي تقول لي يا دكتور ايه مش مصدق ان انا بصحى كل يوم الصبح وكنت باخد سبع تمنط قراس مسكن ما باخدش حاجة دل بات هو نفسه مش عارف ان هو حيعيش كده مش مش بتخيل يعني على فكرة نص فريقنا نص فريقنا كان عنده فيبرو ماليو الدكتور ايما نعليجهم وبقوا كويسين يعني لا ده كانت فيه ناس يعني فعلا عندهم قلم ضهر مستمر آآ من اول حقنا أو اتنين يعني حتى ما مكلفوش نفسهم يكملوا أنا جايب لك حالات حنعرضها حالات كتصعبة عرق الناس بقى انا عايز اتكلم على عرق الناس عرق الناس ده اشهر مرض الناس بتتكلم عنه هو الانزلق الفقري مع بعض حقنا ليه واشهر مرض واخد سمعه حشاوي بسبب ان كل حاجة في الرجل يقول لك عرق الناس يعني اي حاجة بتوجعك لدرجة قدم الرجل لو بيوجعك حيقول لك عندك عرق الناس تشخيصات غلط ده كاترة بقت مش محترفة بتدي تشخيصات غلط بقى مشكلة العين بص اول ما بيسمع اول تشخيص اول دكتور بيلزق في دماغه وبعدين انت صعب جدا تغيره دي حالة من الحالات اللي انا عالكتها مريضة عندها خمسين سنة اتعالجت قريب يعني في فبراير اللي فات شايف عندها كسر في الفقرة الرابعة قطنية الدايرة دي منطقة الكسر شايف اه بينا قوي اه يمين وشمال على الفكرة وده زحزحة فقاري وعندها مخارج الاعصاب اللي صورة اللي على الشمال يا حدثة دي مقفولين لا معظم الناس بتشيل تقيل فبيبدأ يسمع طق طق قسر المفاصل بس هي ما زحزحيتش مكانها قوي بس بقت ملاخ لاخ هنشوف اللي بعدها اه شوف بقى ده كارت بتاعها انا مصور كانت الالام عندها الدين اللي على اليمين شايف اه الام الظاهر بالرجل الشمال اه بألام الرقبة وده صورة مجمعة عاملة على العمود الفقري كلها عندها غضروف عنق خمسة وستة وعندها الزحزحة الفقاري اربعة وخمسة ما خليها الالم ساروخ على ناحية اليمين بالظبط الالم وماشي متقطع بتمشي وتقعد في الطريق دي تحسنت جدا مع اول جلسة في خلال شهر وصلت تقريبا من فوق الخمسين في الماء شايف بين اول الزحزحة وده القناة العصبية عشان كده انا مش بقول بالاشعة دي طبعا اول ما بشوفها حاولها عملية بس انا اما كشفت عليها وشوفت الالام محتملة نقدر نصبر وستة متخوفها من العملية فمستحق ناخد تجربة ناخد تجربة ناخد محاولة للشفاء ونجحت وتحسنت ومع تاني مرة تحسنت اكتر ما بيرجعش العان لوارة تاني اذا خف ما بيرجعش لوارة تاني هتقول لي ازاي الفقرات لحمت هي ما لحمت شي هي بقت ثابتة اكتر بسبب الاربطة قوية فبقت مسكة الفقرات زيها زي المفصل اللي القصر ده فقدت نفس التأثير طيب دي القناة العصبية بقى هذه الحالة اللي احنا يقولنا انه مشكلة مصر او مشكلة المنتقى العربية انه القناة العصبية ديئة ديئة ايه ودي معظم عملياتي بتبقى على فكرة بسبب دي دي قناة عصبية اكتر منها نزلها في طروف اه لانه ملاش حل لماذا دي القناة العصبية الحبل الشوكي مزنوق زنقى اه والمفاصل عمالة تزيد والمفاصل عمالة تضغط على العصب صحيح ايه بقى ايه الحكاية بتبقى اه عنده اربعة وخمسين سنة معالجه في يناير اللي فات عنده شايف دي قناة العصبية المفصل النقطتين الحمر اللي تحت ده المفصل حصل له زواد عظمية قفل على مخارج الاعصاب اللي هي بالليسود اللي في ايدي شايفها دي مفروض تبقى النورة بيض اللي هي النقطة الصفرة دي مفروض داخلها لجوه قفلت يمكن مش واضحة بس هنوريك باقي الصورة اللي بعدها فالمهم دي قناة العصبية مسلسة عنده وعملت قفلت مخارج الاعصاب وعنده ماشي متقطع كان بيمشي مسافة قصيرة جدا لخمس دقايق ويقعد في الطريق كان عنده بداية سقوط في مشت الرجل في الساق اليمنى ده الكارت بتاعه اللي أنا حطه عنده كان سقوط جزء في مشت الرجل الليمين ودي اشعاته لع الشمال شايف عنده حصل دي في القناة العصبية قطنية فده اتعالج معايا في خلال شهرين الرجل تحسن 50% وبعدين 100% انا مكنش مسدق بصرحة يعني انا حتى قلت له اخبار الماشي يا لاني بمشي زي ما انا بمشي 2 كيلو 3 كيلو يا قلت له طب مشت الرجل قال لي بتحرك قلت له بجد احنا عمشت الرجل ده ما بتحركش اصلا حتى قال له بالعملية قال لي بحركه وشواري يعني بحرك قلت له عندك ايه اللي نقص قال لي شوية 2 ميل خفيف في الرجل انا كنت اصلا ما هيقول العملية وقلت له ما خفيتش هنبدأ نعمل العملية وخد العلاج البيئة وخد العلاج وتحسن جدا طيب احنا راجل في المنطقة السعادة مستعد بيطلع معايا لازم نشوفه ده لازم نشوفه طيب ما زلنا في ديء القناة العصبية بس في المنطقة القطنية في حالة تانية كمان في حالة تانية كمان كان عندها ديء قناة عصبية ثلاثة أربعة أربعة خمسة احنا بسميها حاجة اسمها تايت كنالستينوزوس تايت يعني ديئة جدا تايت يعني خلاص ملهاش مخرج وزي ما انت شايف عمود الفقري بتاعها سيء جدا هي الحالة دي شايفين يا جماعة بس الحبل اكيد انتوا بقتوا شاطفين الحبل الشوكي اللبيض اللي منازل وردة شوف شوف مش كميد اللبيض اللي في النصر انا عدد من واحد لخمسة اللي جنب الأرقام على طول بالضبط اللي جنب الأرقام علي منها شوف بص الحبل الشو عامل زي كله مخنوق مخنوق خارج كل الفقرات الغدريف اختفت بقى فيها زوائد عظمية كتير عامل زي هقولكو عامل زي ايه زي بالزبط كأنك باصص لي اقولكو ايه سوساج يعني حاجة زي سجوء سجوء زي بتاع السجوء الصغير اختناقات 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 صحيح دي سيدة واحد وسبعين سنة عندها زي ما انتا شايفش سهم اللي انا حطه على الصورة اللي على الشمال العصب مخنوق جدا بتاع الرجل اليمين دي تحسنت حوالي سبعين في المية بعد اول مرة كان في ناري اللي فاد ده الفين وست عشر فازاي بقى العصب بيصلح نفسه المواد التحفيزية اللي بتطلع من صفاحة دموية بتدي قدرة اصلحها للعصب انه يتجدد فإذا تجدد مشي احسن لعيانة ألم قلة التنميل القلب مش حيرجع له تاني تاني برضو بقود في حالة انا حاول رهالة كان معالجة من 2013 الرجل ده كان بيمشي خمس دقايق دلوقتي بيمشي ساعة لربع كل يوم سنة ثلاث سنين ماشا الله بقاله ثلاث سنين ومرجعش الورق تاني ده كان ايه ده كان دي خناء عصبية مرتجع بعد عملية ما تحسنش فيه دي خناء عصبية مرتجع بعد عملية ما تحسنش فيه ما دي بقى يعني عملية ده اسمه فيل باك فيل باك يعني يعني فشل جراحي قبل كده ده بعد جراحة تم علاجها قبل كده ده دي برضو من الحاجات يعني فكرة ان نعمل عملية وما تتحسنش الحالة شيء مزع جدا بالنسبة للمريض يعني نفسيا المريض بيبقر السقة بقى في الطب خلاص طبعا هو مش عامل عملية تاني لانه هو خاف تفشل تاني زي ما انت شايف الصورة دي ده الاكس رايل اللي على اليمين الرابعة والخمسة كلها بست مقفولة على بعض تلاتة واربعة ملخ لخة فهو ده محتاج شراحة مصمير اللي على الشمال ما خارج الاعصاب اللي هي بالصفرة دي مقفولة شايف المقطتين السود قفلين عليها وده قفلين تماما بالزبط وده الراجل تحسن جدا من 2013 ودلوقتي بقى بيمشي بعد عنده كان 64 سنة بقاله 3 سنين بيمشي كويس جدا ما شاء الله كويس جدا ما شاء الله كان عامل عاملية من 15 سنة 15 سنة ورجعت له تاني طب لو حدست انه الانزلاخ الغضروفي بقى زي حد او منفجر بشكل حد هايل الحد ده يختلف عن المزمي حد ده ما ديش جنبه سيبه بجد والله سيبه فترة علاق تحفظي لازم تسيبه يعني لو لسه حد حصل له غضروف عنده فرصة كبيرة جدا يخف في الواحده سيبه اسبوعين 3 بالعلاج التحفظي حيخف 90% منهم حيخف ما تستعجلش تعمله عملية لانه هو في الاول الغضروف معب ميا فعص العصب والكهب بشوية بيقل الاتهاب بيقل الميا حجمه بيقل تحسن جدا في ناس بتاخد علاج بترجعلي انا مش عارف مين اللي داخل ده انت كنت داخل بتعيط وبتعرج ايه ماشي كده ازاي بس بالعلاج بس بالعلاج فالحد لازم تسيبه وتسيبه المزمن بقى اللي عده في مراحل فشل ومحتاج عملية ده حتعمله عملية حالة مهمة جدا انزلها قضروفي منفجر منفجر ده راجل جميل بقى ده كان بيجي لمسكندرية جايلي بيقول لي انا بمشي 20 متر ببقه 20 متر عنده انفغار زي ما انت شايف في الرابع والخمسة على نيح اليمين وانا قلت له وهو طبعا خاف كل الناس خافة من العملية قلت له هنجرب البي ار بي اتحسنت بي هنكمل ما تحسنتش التحليل مكتوب على ظهر الرشدة اعملها لي وتعالي جايلي بعد شهر قال لي انا ماشي من مدان التحرير اللي عياتي ده 3 كيلو قال لي انا جايلك ماشي 3 كيلو قلت له اخبارك ايه قال لي انا تمنيه فيما يتحسن قلت له خلاص احنا اخد تاني مرة وما تجيش تاني خد تاني مرة وتحسن قوي جايلي بعد 3 شهر قال لي ظهر وجعني جدا قلت له ايه اللي حصل قال لي كان فيه عندي عربية كده هو بيشتغل في حاجات تجارة ومكانتش فيه حد فهو شال اربع طم فضع اربية اربع طم فضع اربية اربع طم ظهر وجعه شوية انما رجله سليمة وبيمشي زي ما بيمشي برضه بيهرق رجل اتزبط يرجى يشيل اربعة اربعة طم ده بهم خفيف يبقى وسأنا اتبسط انه مستحق يشيل اربعة طم اه يشيل اربعة طم داره وجعه هو جالك يعني بعد مبادل بعدها بقى جالي تاني بعد ما تعالك بعد الاربعة طم ماذا ما يتحسن كان بيعرضلي على شعات حد تاني البي ار بي بقى البي ار كيف يوجهز كيف يوجهز احنا بناخد دم العيان بنفصله بناخد منه الصفايح وبعد النحانة هنشوف دلوقتي بالتفصيل الحكاية دي الحال ما بيوجعش والبروستس كلها اي عملية ما بتخدش وقت بس بيحصل الام خفيفة اسمها الام الشفاء زي ما قلنا قطار الشفاء بينطلق بيجي ودي اخبار بيجي ودي اخبار بيجي ودي اخبار بيجي ودي اخبار بيجي وفي ناس بيجي وناس ما بيجي انا شفت ناس بس يعني اذا جيه الام خفيفة زي الرياضة وحاجات كده ده مش حاجة وحشان وبعد كده بيتحسن ممكن واحدة وردتانية ويوصل نتاج حالبقا عظيم جدا هل في تعليمات قبل الحق؟ انه كنوا موقفين مسكن قبلها بيومين ثلاثة وبعدها باسبوع ما ناخدش مسكنات او مضادل تهابات بعد الحق؟ اه بعد الحق انه عشان ما نوقفش برضو عملية التصليح التليغراف المهم بقى احنا هنشوف طريقة التجهيز لكن التليغراف المهم اللي ممكن تقول او تكتبه لأي مريض التليغراف المهم للمريض والدكتور ما تنصرعش في عملية مش محتاجها اي حد تقال له عملية حاول تاخد رأي كذا واحد معك تاني او كذا دكتور تاني بعد كده التليغراف التاني ان دايما فيه امل دايما فيه امل انك تخف دايما فيه امل ترجع كويس فيش حاجة اسمها فقدت الامل احنا ما بنفقدش الامل لان ربنا موجود وربنا لبش في الجميع وزا فقدنا الامل ده زنوب يعني ده ده معصية لازم دايما عندنا امل في ربنا وعندنا ثقة في ربنا نختار بس الدكتور الكويس اللي نبدأ معاه وان شاء الله هحنا بقى كويس كل شكرا للتقدير ضايف العزيزة القمة العلبية الكبيرة السيد بكتور ايمان عينب والسيد جراحات العمود الفقري والمخوى الأعصاب بكل الطب أسرعيني وطبعا صاحب دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجيا الجسم وزميل الجمعية العالمية للجراحات مناظر العمود الفقري في فرنسا وصاحب الحضور الكبير وأحد القلائل الموجودين في الشرق الأوسط الجامعين بين العلاج التحفظي بالبي أربي والاسلوب الجراحي التقليدي تعالوا نشوف ازاي بيتعامل البي أربي